السلام عليكم طلب مختبرنا لليوم رح يكون عن حرشفية الاجنحة وخافية الاجنحة نبدأ باول اوردر اللي هو رتبة حرشفية الاجنحة اللي نسميها باسم الفراشات والاسم الاخر ابو الدقيق اوردر اللي اللي هي تشمل الموس اند بيوتر فلايز تكون رتبة حرشفية الاجنحة من الرتب اللي تتباين احجام افرادها بشكل كبير ولافت للنظر فاحيانا الصغير جدا واحيانا الكبير جدا يصل الى مئتين وسبعين ملي متر وهذه الانواع كبيرة في الحجم بشكل غير معهود في عالم الحشرات اهم ما يميز الفراشات والتي تسمى بابو الدقيق هي وجود حراشف او قشور صغيرة جدا على اجنحتها واجسامها وهذه الحراشف لها الوان خاصة اه وعند الامساك او ملامسة الحشرة نلاحظ الملمس المخملي بسبب وجود هذه الحراشف بل ان الامساك بها قد يخلف على الاصابع بعضا من تلك الحراشف فيما يشبه الدقيق ومن هنا كان الاسم الدارج لها هو ابو الدقيق الذي يطلق على قسم كبير من هذه الحشرات واجزاء فم الفراشات او الدقيق متحورة للامتصاص حيث ان خوذتي الفكين السفليين تستطيلان لتكونا خرطوما طويلا يستخدم في امتصاص رحيق الازهار والخرطوم الماص في الفراشات او الدقيق دائما ما يكون ملفوفا على نفسه اسفل الرأس ولكن بعض انواع هذه الرتبة اجزاء الفم تكون فيها اثرية حيث انها لا تتغذى في طورها اليافع والاعين المركبة في افراد هذه الرتبة كبيرة بشكل مميز كما ان الارجل غالبا ما تكون طويلة والرسو فيها خماسي التعقل وعلى الرغم من ان غالبية افراد رتبة حرشفية الاجنحة لها اربعة اجنحة مغطات بالحراشف الا ان بعض الانواع تكون الاناث فيها غير مجنحة خلافا لذكورها المجنحة تمتلك الليبيدوبتيرا ظاهرة الميميكري او ظاهرة التماثل موجودة طبعا بشكل ملفت بين افراد هذه الرتبة فاحيانا نجد جناح بعض الانواع مرسوم عليها ما يشبه اعين الطيور الجارحة مما يدخل الرعب في انفس اعدائها احيانا اخرى نجد ان الحشرة باكملها تشبه ورق الشجر مما يصعب على اعدائها اكتشافها وهكذا من اساليب التماثل الاخرى التحول في هذه الرتبة من النوع الكامل حيث تضع الحشرات البيض في الغالب على النباتات او على مصادر غذائها يفقص البيض على يرقات تسمى الكتربيلرز تتميز باجزاء فمها الماضغة بالاضافة الى خامس ازواج من الارجل البطنية الكاذبة والموجودة على العقل البطنية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والعاشرة بواقع زوج على كل عقلة هذه الارجل تعتبر كاذبة وهي عبارة عن قطع لحمية قصيرة مزودة عند اطرافها بمخالب قصيرة وصلبة تكون الارقات احيانا تتخذ الوان واشكال تمكنها من الاختلاف بين النباتات احيانا اخرى تكون مزودة بشعر لاسع كالابر للحماية من اعدائها عذار الفراشات والعث غالبا ما تكون بداخل شرانق تغزلها الارقات بواسطة فمها قبل تحولها هذه الشرانق قد تكون حريرية كما هو في حالة عث ديدان القز وعذار الفراشات والعث دائما ما تكون مكبلا حيث ان زوائدها ملتصقة على اجسامها الطور الارقي هو الذي يقوم بالتغذية بشكل اساسي دائما حيث ان الفراء الحشرات اليافعة اما انها لا تتغذى اساسا وتعتمد على الدهون المخزون من الطور الارقي اي ان اجزاء فمها اثرية يعني ليس لديها اجزاء فم فعالة او انها لا تتغذى الا على رحيق الازهار ومن ثم فان الارقات هي التي تعتبر افات على كثير من المزرعات وبالاخص ان كانت تتغذى بقرض الاوراق كما هو الحال في دودة ورق القطن القارضة للعديد من انواع هذه الرتبة اهمية اقتصادية سواء لاضراره بالكثير من المحاصل الزراعية او على عكس ذلك لدوره في تلقيح العديد من الازهار او حتى لانتاجه بعض المواد عالية الجودة الاقتصادية مثل الحرير والذي تنتجه عث دودة القز بومباك سموري رتبة حرشفية الاجنى تعود من الرتب الكبيرة في عالم الحشرات حيث انها تحتوي على ما يزيد عن 120 الف نوع مختلف موزع على حوالي 77 عائلة منها 15 تتبع رتيبة الفراش او غب الدقيق بيوتوري فلايز بينما بقية الفصائل تتبع رتبة العث الموت الرتيبتان تختلفان فيما بينهما بعض النقاط اهمها الالوان اللوامس النشاط عفوا العيون البسيطة طور العذراء نأتي الى الرتيبتين رتيبة ابو الدقيق روبالوسيرام اللي هي رتيبة ابو الدقيق ورتيبة العث هتيروسيرام الموتس ومن اهم العوائل لابو الدقيق هي عائلة البيرادي الفراشات البيضاء او الكبريتية نسميها ابو دقيق العنب او الكروم وابو دقيق اللهانة وابو دقيق برتقالي طرف الجناح نأتي الى عائلة لكندي الفراشات الزرقاء والنحاسية وهي ثاني اكبر عائلة في الفراشات ابو دقيق الازرق ذو العروق الرصاصية ابو دقيق جوهرة الحشائش ابو دقيق البقوليات كلها حشرات صغيرة الحجم تتميز بوجود الزوائد في نهاية الجناح عائلة الننفلدي ذات الارجل الاربعة ابو دقيق الخبازي ايضا اسمه الاخر وهي اكبر عوائل فراشات يكون الزوج الامامي للارجل قصير لا يصل الى الارض يكون اللون هو الغالب واللون البني عائلة سنونية الذنب باب اللوندي توجد في نهاية الاجنحة بقع سمراء مزرقشة بنقط سوداء يكون طول الجسم 25 ملم وطول الاجنحة منبسيطة 83 ملم والانثى تكون اكبر حجم من الذكر ابو دقيق الحمضيات يحوي الالوان والاصفر والاخضر زوائد نهاية الجناح تتغذى اليرقات على الاوراق والبراعم النامية ومع تقدم اليرقات في النمو تتغذى على الاوراق الاكثر صلابة وتتم الطاور ويتم الطاور اليرقي بعد اسبوعين الى ثلاث فتتحول الى عذراء مغزلية الشكل اما عائلة الفراشات الملكية داندي تشتهر برحيلها عبر مسافات طويلة تبلغ 4000 كم حواف الاجنحة سوداء مع وجود بقع بيضاء حواف الاجنحة ممتدة الى الامام كثيرا ما تهاجر حسب التغييرات البيئية عائرات الفراشات الوثابة هسبيرادي اللوام الصولى جانية معقوفة يكون الطيران على شكل قفزات تكون الزائدة الذنبية في نهاية الجناح يصعب التفريق بين انواع الفراشات النطاطم ويعود ذلك الى التشابو الكبير بين مظاهرها حيث لا يمكن معرفة الانواع التي تنتمي اليها الا عن طريق تشريحها نأتي الى عوائل العث الموس اول عائلة عائلة العث الليلي النكتدي هي اكبر فصائل في الرتب يظهر هذا العث غالبا في الليل معظم العث ينجذب نحو الضوء والعث الليلي هو غالبا عث ثقيل الجسم اجنحة الامامية ضيقة نوعا ما والاجنحة الخلفية عريضة وقرون الاستشعار خيطية وجود العيون البسيطة مثل فراشة الدودة القارضة وفراشة ثمار الطماطم وفراشة دودة الذرة يرقات هذا العث ملساء لونها عادة قاتم ولمعظمها خمسة ازواج من الارجل البطنية نأتي الى عائلة الاركتدي نأتي الى عائلة الاركتدي هي فراشة ورق الحناء النمرية لها ثلاث ألوان منها الأبيض والأحمر والأسود تكون الأجنحة منقطة بألوان زاهية عائلة العث السريع السفنجدي هي عائلة عث أبو الهول يكون جسم مغزلي الشكل ذو نهاية مستدقة الأجنحة الطويلة وضيقة اللوامس تستدق في النهاية مثل عث ورق العنب تكون مغزلية الشكل الجناح الأمامي رفيع كما هو موضح في الصورة عائلة عث الحرير البومباسيدي اللون أبيض مع خيث خطين بنيين على الجناح الأمامي اللوامس تكون من النوع المشطي أو مشطي مضاعف الحجم كبير والأجنحة لا تستطيع حمل الجسم نأتي إلى Another order اللي هي خافية الأجنحة order أخرى رتبة أخرى نسميها رتبة البراغيث سايفونوبتيرا اسم الشاعر إلها فليز أهم ما يميز البراغيث حشرات صغيرة أطوالها أقل من 5 مل عدم وجود الأعين المركبة في الغالب وإن كانت هناك بعض الأنواع التي بها عينان بسيطتان أو ظنع العينان المركبتان قرون الاستشعار قصيرة وتوجد داخل أخاديد في الرأس أجزاء داخل أخاديدها في الرأس أما أجزاء الفم البراغيث من النوع الثاقب الماص أهم ما يميز البراغيث على الإطلاق وطبيعة الأرجل حيث إن الحرقفة متضخمة مما يساعدها على القفز عاليا والبراغيث كلها غير مجنحة وأجسامها مضغوطة من الجانب كما إن أجسامها بها العديد من الأشواك القوية التي تتجه للخلف وتتضخم عند منطقة الخد أو عند المؤخرة يكون السطح العلوي من العقلة الصدرية الأولى لتكون ما يعرف بالأمشاط التحول في البراغيث من النوع الكامل يضع البيض على جسم العائل أو غالبا ما يوضع داخل الأعشاش تلك العوائل يفقس البيض إلى يرقات عديمة الأرجل تتغذى على أي من المواد عضوية متاحة بما فيها المواد الإخراجية للأفراد اليافعة والتي تحتوي على آثار دم عوائلهم وللبراغيث ثلاث أطوار يرقية وتتعذر اليرقات داخل شرانق حريرية البراغيث اليافعة تتغذى بامتصاص الدم من عوائلهم سواء كانت تلك العوائل طيور أو ثديات وإن كانت الثديات لها النصيب الأكبر كعوائل للبراغيث حيث أن 70% من البراغيث تتطفل على القوارض وحدها البراغيث هي الطفيليات متخصصة حيث أن لكل نوع عائله المحدد وإن كان هذا التخصص ليس بالصورة الدقيقة والمعروفة كما في القمل فبعض أنواع البراغيث تقضي كل وقتها على عائلها ولكن معظم الأنواع تترك عوائلها في الأوقات التي لا تتغذى فيها وخصوصا في حالة ما إذا كانت تلك العوائل تعيش داخل عشوش وتسمى هذه الأنواع ببراغيث العشوش وبخلاف ما تسببه من قضل مضاجع بني الإنسان والحيوان فإن البراغيث تعتبر من أخطر الحشرات الناقلة للأمراض مثل مرض الطاعون أو ما يسمى بالموت الأسود وكذلك مرض التايفس وغيرها من الأمراض التي تسبب أضرارا كبيرة بالإنسان والحيوانات الثدية أو الطيور تحت هذا الرتبة على أكثر من 2100 نوع على مستوى العالم مقسمة إلى حوالي 15 فصيلة مختلفة أهم أنواعها نوعين كما واضح في الصورة اللي هو برغوث الإنسان وبرغوث الفأر الشرقي مقسمة إلى حوالي 15 فصيلة مختلفة